بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين رضوان الله تعالى علينا وعليهم أجمعين ثم أما بعد مازلنا في خواتيم سورة الحاقة ووصلنا إلى قول الله تعالى فما منكم من أحد عنه حاجزين هذه الآية جاءت في بيان صدق النبي صلى الله عليه وسلم على التبليغ كما يشير لذلك ابن كثير من خلال قوله قال أن الله سبحانه وتعالى قال أنه لو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فلما رأينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مؤيد بالمعجزات الباهرة والدلائل القاطعة وأن الله كان مؤيده من نصر إلى نصر علمنا أنه ما أخذ منه ولا قطع منه شيء فدل على صدقه ودلال ذلك قال فما منكم من أحد عنه حاجزين وبما أنه لم ينزل على النبي شيء ولم يمنعه شيء من الدعوة دل على صدقه كأنه من مفهوم الآية يفهم منه أن النبي عليه الصلاة والسلام على صدقه في الدعوة وعلى صدق تبليغه في الدعوة فما منعه الله وما قطع منه شيء كما ذكر في الآيات التي قبلها قال فما منكم من أحد عنه حاجزين قال الإمام الرازي ومقاتل والكلبي أيضا قال أي فلا يمنعنا عنه أحد لو أراد الله أن ينزل عليه عقوبة حاش النبي عليه الصلاة والسلام فليس هناك أحد يمنع إنزال تلك العقوبة عليه لذلك يعني ذهب الفراء والزجاج في قولهما أنه الله صلى الله عليه وسلم قال فما منكم من أحد عنه حاجزين جاءت أحد مفرد لفظ مفرد وحاجزين جمع فكيف ساغ ذلك الأمر قال لأنه كلمة أحد كما يقول أهل اللغة يقولون لفظة أحد إذا جاءت في النفي تأتي على معنى المفرد وعلى معنى الجمع وعلى المذكر وعلى المؤنث ولذلك يعني ساغ استعمالها هنا والأصل هو القرآن طبيعي لكن نحن نقول على ما يفهمه أهل اللغة وما يعني يعبر به أهل النحو فكما في قول الله تعالى يا نساء النبي لستنك أحد من النساء فهنا جاءت أحد مع النساء جمع المؤنث وقال لا نفرق بين أحد من رسوله فجاءت مع أحد أيضا مع جمع المذكر لذلك يعني يصح هذا التخريج في قضية أنه أحد إذا جاءت وإن كان لفظها مفرد ولكن أريد منها الجماعة أي أنه ليس هناك أحد يحجز عن الله أو يمنع الله سبحانه وتعالى من إنزال العقوبة لو شاء على أحد والحاجز هو المانع بين الشيئين الحاجز هو المانع بين الشيئين فما من أحد فما منكم من أحد عنه حاجزين أي ليس هناك من يمنعنا إذا أردنا أن نوقع عليه عقوبة وحاش النبي من ذلك فقد كان يعني قائم بما أراد الله ومما أمر الله سبحانه وتعالى به قال وإنه لتذكرة للمتقين وإنه لتذكرة للمتقين لا شك أن الخطاب يعني إما أن يكون على القرآن وهو الأشهر عند الأهل التفسير المراد يعني الضمير في إنه للقرآن إنه لتذكرة للمتقين لأنه سبق في قبلها أنه تنزيل من رب العالمين فقال أنه إنه لتذكرة المراد بها أنه القرآن هو ذكرة للمتقين ومنهم من قال على أنه النبي عليه الصلاة والسلام هو تذكرة للمتقين ولكن كما قلنا أكثر الأهل التفسير على أنه المراد هو القرآن وإنه لتذكرة للمتقين وربما البعض يقول ما دلالة تخصيص المتقين بالتذكرة والمتقون هم لا شك أنهم يعني على هداية فما الحاجة إلى أن يكون تذكرة للمتقين الله صلى الله عليه وسلم قال ألف لا ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وإن كان المتقون أيضا على هداية لكن قال أهل التفسير قالوا أن التذكرة والهداية تظهر على المتقين أكثر من غيرهم ولذلك كأنهم هم أنموذج لمن اتبعها والتزم بهذا الكتاب فعندما قال ألف لا ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين أي كأنه إذا أردت أن تنظر إلى آثار هذا الكتاب فانظر إلى المتقين ستجد آثار هذا الكتاب من خلال أفعالهم ومن خلال أخلاقهم فقد كان عليه الصلاة والسلام كما قالت سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها قالت كان خلقه القرآن لذلك فهو هدى للمتقين وهو أيضا تذكرة للمتقين لأنه تظهر على المتقين دلائل الالتزام بهذا الكتاب والتقوى هو فرط الحفظ والصيانة للنفس عن المكره هذا الأصل في لفظ التقوى هو فرط الحفظ والصيانة للنفس عن المكره قال وإنا لنعلم أن منكم مكذبين نعلم أن منكم مكذبين أيضا إما مكذبين بالقرآن أو مكذبين بالنبي صلى الله عليه وسلم وإنا لنعلم أن منكم مكذبين أي أن الله سبحانه وتعالى يقول أنه أمر الدعوة أمر شاق ليس أمرا هينا ولذلك يعلم أنه يعني من سيكذب بهذا الكتاب ممن يؤمن به ممن علمه الله سبحانه وتعالى وكتب أهل الجنة للجنة وأهل النار في النار عندما قدر الله التقدير الأول للخلق وحتى عندما تقديرات كما هو معروف هي ثلاث تقديرات أو أربع تقديرات على اختلاف موجود عند العلماء ولكن حتى عندما يعني يأتي الملك فيكتب للجنين فمنها شقي أو سعيد فهذه كلها الله سبحانه وتعالى قد علم هذه الأمور وعلم هذه الدلالات من قبل قال وإنا لنعلم أن منكم مكذبين أي أن منكم من يكذب بهذا الكتاب أو من يكذب النبي صلى الله عليه وسلم وإنه لحسرة على الكافرين حسرة على الكافرين أن الله سبحانه وتعالى سيجعل إما الحسرة على الكافرين سيجعل أنه عدم الإيمان عدم الإيمان بهذا الكتاب يوم القيامة حسرة على الكافرين يعني عدم الإيمان بهذا الكتاب والإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم حسرة على الكافرين وإما أنه المراد أنه التكذيب سيكون حسرة الندم لأنهم كذبوا أما الفرق بين الأول والثاني يعني البعض سيقول أنه هو عادة عندما يكون الإيمان عليهم حسرة نقول نعم لأن الله سبحانه وتعالى قال وكذلك سلكناه في قلوب المجرمين أي أن الله سبحانه وتعالى علم عدم إيمانهم فكان عدم الإيمان منهم سيكون عليهم حسرة يوم القيامة لأنهم لم يؤمنوا أو سيكون التفكير في أنهم كيف كذبوا وكيف حاربوا النبي عليه الصلاة والسلام وحاربوا هذا الدين أيضا سيكون يعني حسرة عليهم في يوم القيامة وذكر القرطبي قال والمراد هو هل المراد يوم القيامة أنه ستكون حسرة قالوا إما أنه المراد يوم القيامة إذا رأوا آثار الصادقين وما أعطى الله لأهل الخير وأهل الصدق وأهل الصلاح من المؤمنين ما أعطاهم من الخير والفلاح يعني يعطيهم الخير الكثير فعند ذلك يتحسر الكافر على أنه كيف لم يؤمن وإما أنه إذا رأوا في الدنيا غلبت الإيمان وكيف أن النبي عليه الصلاة والسلام أصبحت له يعني دولة مستقلة في المدينة المنورة على ساكنة أبوذر الصلاة والسلام وكيف يعني جمع العرب حوله حتى كان يعني كفار قريش يقولون يعني أن لقد أصبح ملك ابن أبي كفشة عظيما ويقصدون النبي عليه الصلاة والسلام فهذا سيكون أيضا حسر عليهم لأنهم حاربوه في البداية ثم وجدوا أن النصر والتأييد والتوفيق كان حليفا له بتوفيق الله سبحانه وتعالى وتقدير الله سبحانه وتعالى الأشياء حتى أن بعض المفسرين يقولون التوفيق عزيز ولذلك لم يذكر في القرآن كثيرا ولذلك الله سبحانه وتعالى وما توفيقي إلا بالله قضية أنه الحسرة على الكافرين سيكون عليهم حسرة كما قلنا على الأقوال الثلاثة والحسرة مأخوذة من الحسر والحسر هو الكشف عن الشيء يعني حسر فلان حاسر رأسه إذا كان قد كشف رأسه عن الملبوس وحسر الدرع إذا نزعه أو لم يلبس درعا ولا مغفرا والحسرة هو الغم والندامة على أمر كيف توجه مع الحسرة؟ قال لأنه كأنه الحسرة هو انكشاف الجهل الذي دفع الإنسان أن يقع في هذا المحظور يعني عندما يندفع الإنسان ويغويه الشيطان بأمر يندفع إلى هذا الأمر ثم بعد ذلك ينحسر عنه هذا الجهل الذي دفعه إلى أن يقوم أو يقع بهذه المسألة فينحسر عنه الجهل فينكشف الندم وينكشف الغم الذي وقع به لأنه سارع في هذا الأمر ولذلك قضية أنه التكذيب التكذيب ويعني إن منكم لمكذبين وإن لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين نعم سيكون حسر عليهم لأنه لاحظوا التكذيب في الدنيا غالبا يتبعه الهوى غالبا الناس الآن لا نذهب بعيدا الآن لو قدر للنبي صلى الله عليه وسلم أن يعود الآن إلينا وأن يخرج عليه الصلاة والسلام وأراد أن يطبق الشريعة التي أتى بها كم من أهل الإسلام سيكون محاربا للنبي عليه الصلاة والسلام كم من سيقف أثر في وجه هذه الدعوة كم من سيقف في طريق تنفيذ شرع الله لماذا؟ لأنه كثير من الناس غلبهم الهوى وغلبتهم المصالح وأثرت فيهم الدنيا حتى أنه أصبحوا لا ينظرون إلى قضية الآخرة أصبح النظر إلى الدنيا يأكل ويتمتع كما تأكل الأنعام لذلك يعني يجب أن نفهم مفهوم دقيق أن الإسلام ليس ضد قضية التمتع في الدنيا وليس ضد القضية الأخذ من القصة في الحياة الدنيا ولكن ضد ماذا أن تكون الدنيا أكبر أحمنا النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يقول اللهم لا تجعل الدنيا أحمنا لا كان يقول لا تجعل الدنيا أكبر أحمنا الدنيا تهمنا نعم تهمنا جميعا ونحتاج إلى الدنيا نحتاج إلى الطعام والشراب والملبس والمأكل وهذا أمر من حاجات البشر التي جعل الله سبحانه وتعالى الإنسان يحتاج إلى هذه الأمور ولكن عندما تكون الدنيا أكبر الهم هي هذه المشكلة وليست المشكلة أنه نهتم في الدنيا يعني كما قلنا لكم مرة ذكرنا قلنا أنه لما زيد بن صوحان رأى سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه يحمل طعاما وغير ذلك فكأنه قال أنتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا يعني تشترون مثلنا وتجيبون أغراض مثلنا وكذا فقال إن النفوس إذا استحصلت رزقها استقرت واطمأن القلب وإيست منه وساوس الشيطان لأن لا يمكن أنه كما قال الشافعي لو كلفت بتحصيل بصلة ما حللت مسألة كيف الإنسان يتفرغ إلى العلم وهناك من أفواه جائعة تطالبه بالطعام وتطالبه بحاجات الدنيا لذلك قضية أنه الله صلى الله عليه وسلم ما ذكر على قضية الدنيا قل من حرم زنة الله التي أخرجه لعباده وطيباته من الرزق ولكن حرم أو نبه وشدد على أن تكون الدنيا أكبر أهمنا عندما يقول فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا وليس مجرد أخذ من الدنيا الأخذ من الدنيا مقبول لكن أثر الحياة الدنيا أن تجعل الدنيا هي المقصد الأساسي على الآخرة المقصد الأساسي على حساب الدين هذه هي المشكلة ولذلك قال أفرأيت من اتخذ إلهه هواه ولذلك سيدنا بن عباس يقول ما خلق الله شيئا عبد من دونه مثل الهوى فالهوى إله يعبد من دون الله لذلك قضية أنه وإن لنعلم إن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين سيتذكر الكافر ويتحسر على أنه كيف كذب بهذا الدين لأنه هناك مصالح حتى أنه هناك من يقول على أن كفار قريش إنما حاربوا النبي عليه الصلاة والسلام من أحد الأوجه أنه ظنوا أن ظهور هذا الدين الجديد الذي أتى به النبي عليه الصلاة والسلام سيسلب قريش مكانتها وسيسلب تجارة قريش الذي كانوا يعتاشون بها وكلكم يعرف أن الحجيج إذا جاءوا ما كان يدخلون مكة بملابسهم إلا أن يلبسوا من ملابس أهل مكة ولذلك الفقير كان يدخل عريان يعني إلى الطواف ولا يدخل بنعله إنما يشتري نعل من أهل مكة فالصور أنت كيف يكون هذا الأمر يعني كيف يكون الربح والتجارة لأهل مكة أنه لا يدخل رجل يحج البيت إلا ويلبس بملابس أهل مكة وينتعل من نعل أهل مكة ولا يدخل يدخل معه شيء يعتبرون أنه ذاك ملوثا وعليه السيئات والآثام إنما يأخذ من مكة إذن كانت قضية تجارة عظيمة وجزء من محاربة النبي عليه الصلاة والسلام هو الخوف على تجارة مكة ومكانة مكة وهيبة مكة بين القبائل نعم قال وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين إنه لحق اليقين أي أنه الحق واليقين بعينه الحق الذي لا ريب فيه والصدق الذي لا خلاف فيه وأضاف الحق إلى اليقين من باب التأكيد وإذا قول يعني يروى عن ابن عباس أنه حق لا ريب فيه وشك لا مرية فيه أنه لحق اليقين وقيل أن الحسرة أنها حق اليقين أن الحسرة التي وعد الله أو توعد الله بها للكافرين أنها ستكون حق اليقين أنه واقع بهم لا محالة واقع بهم لا محالة وإنه حق اليقين واليقين هو الأمر الثابت اليقين الحقف هو الأمر الثابت الذي لا يتغير يسمى حقا وهو عم من الصدق كما ذكرنا سابقا واليقين هو الوصول إلى أعلى درجات الإطمئنان للقلب لأن اليقين قد يكون يعني هو استعمال الحواس الظاهرة والأطمئنان إلى ما يجده الإنسان أمامه فيكون ذاكا يقينا ولذلك سمى الله سبحانه وتعالى الموت يقين الاعتبار أنه حق ثابت يتيقى منه الإنسان بما يرى من ملائكة الرحمة أو من ملائكة العذاب وإنه لحق اليقين أي أنه إما أن القرآن هو حق اليقين وإما أنه ما بعث الله به محمد عليه الصلاة والسلام فهو الحق لأن الله أضاف طاعة النبي إلى طاعته وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فجعل طاعة النبي من طاعة الله أو أنه كما ذكر بعض الأهل التفسير أنه الحق اليقين أن الحسر هذه كما توعد الله بها للكافرين أنها حق اليقين أنها واقع بهم فسبح باسم ربك العظيم فسبح باسم ربك العظيم أي أنه سبح الله ونزه الله سبحانه وتعالى التسبيح التسبيح في أصله من السبح والسبح هو المر في الماء السير في الماء أو المرور في الماء وستعمل التسبيح حتى للكواكب كل وكل في فلك يسبحون على اعتبار أنه يعني يسيرون سيرا لأن لازم التسبيح هو السهولة وذلك استعمل في التسبيح والتنزيه والتقديس لله سبحانه وتعالى ويستعمل التسبيح في الخير كما أن الإبعاد يستعمل في الشر فسبح باسم ربك العظيم أي سبح الله سبحانه وتعالى فالتسبيح كما قلنا هو المر السريع في العبادة لأنه أمر سهل على النفس تستقبله النفس ولذلك يكون سهلا عليها قال فسبح باسم ربك العظيم نقف مع هذه الآية العظيم حقيقة لأنه جاءت في القرآن الكريم في ثلاث مواطن في سورة الواقعة في آيتين وهنا جاءت في هذه السورة وجاءت فسبح اسم ربك الأعلى مع الخلاف الموجود بين هذه الآية وتلك الآية وسنقف على بعض اللطائف التي فيها أولا ابتداءا يعني ربما يعني يسأل سائل فيقول كلمة اسم عندما جاءت مع الله جاءت من غير ألف يعني لاحظ بسم الله الرحمن الرحيم مرسومة من غير ألف مع كلمة الرب باسم ربك جاءت بالألف الألف مرسومة يعني ما جاءت المكتوبة باسم كما موجودة في بسم الله الرحمن الرحيم قال الفراء قال العرب يعني أنا سأتصرف في كلام الفراء الفراء يقول العرب يعني تحذف ما هو مفهوم وما هو معلوم من كلامها فهي لا تطيل كلام الكثير لأنه معلوم من الكلام وتشير إليه إشارات وكلما كان الكلام مفهوما كان الاختصار منه ولحذف منه كثير لذلك قال لما كانت لفظة الاسم مع الله كثيرة الاستعمال حذفت الألف تخفيفا في الرسم لأنها مفهومة الاسم إذا جاء معها الله فمعلوم أنه المراد باسم الله قال أما استعمال الاسم مع الرب فقليلة الاستعمال لذلك جاءت الألف يعني أمانا من اللفس في ذلك حتى أنه بعض من كتب يقول ولكثرة ما استعملت باسم مع الله حتى وجدنا من كان يكتب بم الله الرحمن الرحيم على اعتبار أنه الباء الألف والسين معلوم أنه المراد عندما يأتي هذا التركيب الباء والميم مقصود به باسم الله الرحمن الرحيم قالوا فالفراء يقول على هذا المعنى الدقيق في قضية استعمال الاسم مع الله أو استعمال الاسم مع الرب ولو قلنا يعني كيف نسبح ربنا يعني سبح اسم ربك الأعلى وهنا فسبح باسم ربك العظيم كيف نسبح الله سبحانه وتعالى قال أهل التفسير تسبح الله سبحانه وتعالى يكون من خلال اللفظ والمعنى فاللفظ عندما نقول سبحان الله سبحان الله العظيم سبحان ربك الأعلى هذا كله تسبيح الله سبحانه وتعالى أما التسبيح في المعنى أن لا ينسب إلى الله سبحانه وتعالى أي صفة نقص تعالى الله عن ذلك علوة كبيرة وأن يستحضر معنى التعظيم لله سبحانه وتعالى وأنه القادر على الحشر وعلى النشر وأنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء هذا كله من معنى تسبيح الله سبحانه وتعالى ولو قلنا أيضا ما المراد بتسبيح الاسم يعني ما الحكمة أنه جاءت فسبح باسم ربك لم تأتي سبح ربك مثلا فسبح باسم ربك دخول الباء هنا الباء كما قال الإمام الطبالي قال والعرب تدخل الباء تدخل الباء وقد تحذف الباء أما تدخل الباء على اللفظة أو تحذف الباء كما قال سبح اسم ربك الأعلى ما جاءت الباء وهنا قال فسبح باسم ربك العظيم باسم ربك العظيم جاءت الباء كما قال تعالى أيضا يسبحون بحمد ربهم فهنا نلاحظ أنه العرب تستعمل يعني الباء تضيفها مع التسبيح أو ممكن أن تحذفها مع التسبيح لأن الأمر فيه وضوح في استعمال التسبيح وما يتعدى الفعل بعد التسبيح قال فسبح باسم ربك العظيم أما تسبيح الاسم قالوا أولا تنزيه الله على أن لا نسمي أحدا باسمه كما كانت تفعل يفعل المشركون عندما كانوا يسمون اللات ويسمون مسيلم الكذاب رحمن اليمامة فتنزيه الله تسبيح اسمه أن لا يسمى به غيره الثاني أنه التسبيح الاسم الله سبحانه وتعالى المراد به أن لا نثبت لله اسما غير الأسماء التي وصف بها نفسه فلا نثبت لله اسما من عندنا غير الأسماء التي وصف الله بها نفسه لأنه لا ندري حقيقة هذه الألفاظ وهذه المعاني هل تليق بذات الله سبحانه وتعالى أم لا ويمكن أيضا أن يقال أنه التسبيح الاسم أنه فسبح باسم ربك العظيم أن الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام المراد به أنه سبح الله سبحانه وتعالى أنه اختارك وأنزل عليك وحيه وأيدك بالمعجزات الباهرة والدلائل القاطعة فكل ذلك أيضا من تسبيح الله سبحانه وتعالى ومنهم أيضا من قال أنه سبح اسم ربك لأنه أراد أن تذكر الله باللسان وبالقلب ولو كما ذكر يعني ابن زبال غرناطي قال لو جاءت مثلا سبح ربك كما قال سبح اسم ربك الأعلى يعني لو جاءت سبح ربك مثلا بدون الاسم ربما يظن ظان أنه الله سبحانه وتعالى أراد التسبيح الذي هو في القلب لكن كلمة الاسم لا يمكن لها أن تكون إلا في اللسان فإذن هنا المراد أنه تسبيح الله سبحانه وتعالى بذكر اسمه تعالى ذكره في هذا نعم قال سبح اسم ربك العظيم ربما أيضا يسألنا سائل آخر فيقول قضية يعني سبح اسم ربك الأعلى لو جاءت سبح ربك هل نحن نسبح اللفظ أو نسبح ذات الله أولا يعني العرب عندها معنى في قضية ذكر الاسم وتريد الذات لذلك يعني يقول لبي تمنى ابنتايا أن يعيش أباهما وهل أنا إلا من ربيعة أو مضر إلى العام ثم اسم السلام عليكما ومن يبكي حولا كابلا فقد اعتذر هنا ماذا قال ثم اسم السلام أي ثم السلام عليكما فالعرب قد تطلق الاسم وتريد ماذا الذات وهذا كثير أو يكون العكس كما قال الله سبحانه وتعالى للكافرين عندما يذكروا الآلهة وما كانوا يعبدون قال قل سموهم اذكروا لي أسماءهم ما أراد الأسماء الله سبحانه وتعالى قال قل سموهم ولكن أراد الحقائق لأن الاسم يدل على حقيقة الشيء الذات ولذلك عندما نسبح الله نعم نحن نجل هذه الحروف التي إذا اجتمعت كتب فيها اسم الله وأيضا نقدس الله ونسبح الله كذات ذات علية ولذلك قال فسبح باسم ربك العظيم قول ابن عباس هنا قال فسبح باسم ربك أي صلي لربك كما كان المشركون يصلون لآلهتهم ويصلون بالمكاء والتصدية فأنت صلي لربك ولذلك نجد أن كثير من المفسرين ماذا قالوا قالوا فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون على قول أكثر أهل التفسير أنه هذه أراد بها مواقيت الصلاة ولذلك يعني صلي لربك قال ابن عباس أي صلي بذكر اسم ربك كأنه هذا المعنى فسبح باسم ربك العظيم ربما يعني سيقول البعض هنا قال فسبح باسم ربك العظيم وفي سورة الأعلى قال سبح باسم ربك الأعلى كما ذكر ابن زبا الغرناطي وابن جماعة وإسكافي ولكرماني في البرهان وغيرهم كثير تكلموا في هذه اللطائف والدقائق وأنا سأختصر على عجالة في الفرق بين العظيم وبين الأعلى أن العظيم كما قال الطبري الذي يصغر أمامه كل شيء والعظيم هو من تعظيم صفاته وأسمائه أما الأعلى كما قال الإمام القاسمي قال الأعلى الرفيع القدر والسلطان والمكانة ولذلك أثبت السلف صفة العلو لله سبحانه وتعالى يعني هذا ما أدركنا أدركنا وقت حقيقة في شرح هذه الآية ولكن نكتفي بهذا القدر على أن نكمل إن شاء الله في سورة جديدة مع سورة المعارج بعونه تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته